فتح ترحب بدعوة الجزائر للفصائل ولحركة فتح نحن ذاهبون بكل قوة من أجل انهاء الانقسام الجزائر دائما كانت تدعم القضية الفلسطينية من خلال عقد المؤتمرات وخاصة المجلس الوطني نحن نؤكد أننا نريد أن ننهي الانقسام من خلال الدعوة الجزائرية للذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام وتوحد مؤسسات السلطة الوطنية للمواجهة القادمة مع الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس تلقت دعوة رسمية من خلال السفير الجزائري سلمت لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل هنية نحن نرحب بهذه الدعوة ونثمن دور الجزائر المسؤول والداعم للقضية الفلسطينية ونحن حريصون على إنجاح هذا اللقاء وهذه الحوارات لأجل تحقيق الوحدة الوطنية إن حماس تعتبر المصالحة والوحدة الوطنية خيار استراتيجي لمواجهة كل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية